لأول مرة وبفخر وباعتزاز بدولة الكويت يجري أو أجرى فريق طبي في مركز التعاونيات التابع لمستشفى الأمراض الصدرية أربع عمليات جراحية بالربوت الآلي الجراحي بالربوت يعني ما ما فيدي؟ لا جهاز آلي هو يسوي لك العملية هذا ها لكنهم موجودين يشرفون هذه عمليات قلب مفتوح من خلال ورشة عمل أقيمت خلال هذا الأسبوع اليوم راح نتكلم مع ضيفنا الكريم عن هذا الإنجاز وهو استشاري جراحة القلب بمستشفى الأمراض الصدرية اللي نفخر فيه ونفخر فيه ودائما متميز دكتور محمد البنم مساك الله بالخير يا دكتور مساك الله بالورد حياك الله أهلا بيتوك أهلا بيتوك أهلا بيتوك أهلا بيتوك شلونك الحمد لله سعيد بشوفتك مرة دانا نحن أسعد الله يحفظك وألف ألف مبروك على هذا الإنجاز اللي مو غريب عليكم وهذه الهمم الكويتية اللي فعلا الحمد لله يعني ما شاء الله كل يوم تتحفوني الحمد لله ولا غريب كلمنا دكتور عن هذا الموضوع عن هذا الإنجاز الأسبوع اللي فات عملنا ورشة عمل خلال ورشة العمل هذه تم ولأول مرة استعمال الروبوت الجراحي لإجراء عمليات قلب مفتوح عندنا في مستشفى الأمراض الصدرية خلال ورشة العمل هذه عملنا أربع عمليات لأثنين مواطنين وأثنين وافدين خلال هذه الورشة العمل بسوط شويته؟ هذا الروبوت العقل هو هذا الموجود؟ نعم هذا اللي قاعد نشوفه؟ نعم هذا اللي قاعد نشوفه نعم هذا أنتم موجودين؟ هذا أنا موجود وهذا البروفيسور جون لوك جانسن ولو تشوف هناك بالكاميرا هذه الأيادي الصغيرة ولكن لأن الكاميرا مكبرة الصورة فالإيد اللي تقريبا هالكبر أنت تشوفها بالكاميرا كأنها حجم إيدك يعني وين الروبوت الحين؟ هذا هو؟ هذا الريموت كنترول ما للروبوت اللي أنت قاعد تشوفها الحين جدامك هو الريموت كنترول ويني أنا قاعد أحاول أتحكم بالأيادي؟ يعني أنتم موجودين دكتور؟ لا بود يعني في خلال عمليات الروبوت من يكون موجود؟ عندك طبيب التخدير موجود بالغرفة أخصائي المضخة الصناعية موجود في الغرفة مساعد الجراح موجود عند المريض متعقم لابس اللبس وموجود عند المريض منه اللي برة؟ الجراح الرئيسي الجراح الرئيسي تلقاه قاعد هذا هنا هاي الروبوت وهذا الأيادي نعم عرفت وهني تشوفها هنا لو تشوف الصورة تشوف أن الأيادي قاعد تتحرك عن بعد شايف؟ طيب واللي داخل يعني ستاند باي موجودين؟ المساعد موجود لتغيير الآلات فقط الآلات؟ فقط الآلات تدخل داخل والآلات حجمها صغير جدا جدا بالملي يعني؟ بالضبط بالضبط صغيرة جدا طيب شنو فاتكم فيه؟ أنتم موجودين وكنتم قابل تصوين عمليات القرر؟ صحيح صحيح كلامك عدل أنزين الآن أنت لو نتخيل أن أنا إي أقول لك بسوي لك عملية بفتحة معتادة من هني لهني نقارن هذا بفتحة صانتي أو أربع فتحات كل واحدة صانتي واحد اثنين ثلاثة أربعة لا الله أنا طرح بعثت صور للإعداد بس قالوا لا شكلهم شوية ممكن حق المشاهدين يشوفوا العدو هم يقررون بضضط فأنا دائما أمثلها للمرضى اللي اللي أخذناهم لورشة العمل أقول لهم هل شايفين جروح إزالة المرارة إزالة المرارة فتحهني 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 التكميم دكتور التكميم أيضا أيضا عن طريق السر فقط ثلاثة فتحات وانتهى الموضوع نحن لاحن ما وصلنا إلى فتحة وحدة نحن نحتاج ثلاث إلى أربع فتحات لإجراء هذه العمليات نحتو الشفط فتحات بسيطة وانتهى الموضوع بضضط فنفس الشي صار مع الروبوت بالإمكان أن أنت تدخل إلى داخل الصدر عن طريق فتحات كل واحدة أقل من صانتي نعم تدخل الأيادي إلى داخل الصدر وتجري العملية اللي كنا نجريها بالفتحات الكبيرة فتحة الصدر الكبيرة الكبيرة نعم فتحة الصدر هذه الكبيرة اليوم فستعيض عنها بهذا بأربع طقات في طيب يا دكتور الآن الناس تسأل الحين القلب أفتوح جدامك أسهلك منها الطريقة هذه الملة صحيح أسهل النتائج يا دكتور جمع نسبة النجاح هنا ونسبة النجاح بفتح القلب خلق أقول لك شيء أنت طبعا كجراح روبوت راح تكون حذر جدا في اختيار الحالات المناسبة لإجراءها عن طريق الروبوت النقطة الأولى اللي لازم لكل يعرفها هل كل الحالات تجرى أو بالإمكان إجراءها عن طريق الروبوت الإجابة هي لا إذا بنسوي خنقول ألف حالة تقريبا 15% فقط بالأمكان إجراءها عن طريق الروبوت باجي الحالات 150 حالة 150 حالة تقدر تسويها عن طريق الروبوت باجي الحالات ما تقدر تسويها عن طريق الروبوت على سبيل المثال مرضى انسداد شرايين القلب التاجية إذا عندك شريان أو أثنينة ممكن أن نسويهم عن طريق الروبوت أما إذا عندك انسدادات أكثر فما بالإمكان إن نحن نسويها عن طريق الروبوت بعد الروبوت ما وصل إلى مرحلة إن نحن نسوي لك كل الشرايين التاجية ممكن يتطور أكيد رح يتطور ممكن رح يتطور لأنه صار له سنوات كثيرة وكل ما لو يتطور فهذه الحالة الأولى انسداد شرايين التاجية الحالات الثانية اللي ممكن إجراءها عن طريق الروبوت إذا عند المريض مشاكل في الصمام الميترالي فبالإمكان سواء عملية تصليح أو عملية استبدال أيضا بالإمكان إجراء عملية عن طريق الروبوت لتصليح أو استبدال الصمام هذا الصمام الرئيسي للقلب الصمام اللي هو بين الأذين والبطين الشمال اسمه الصمام الميترالي عندنا الصمام ثلاثي الشرفات اللي هو بين الأذين والبطين اليمين هذا أيضا ممكن أننا احنا نوصله عن طريق الروبوت ولكن مو بفتحات صغيرة يعني ثلاث فتحات صغيرة وفتحة نوعا ما ثلاثة أو أربعة سانتي ليش لأنك إذا أنت تبي تستبدل الصمام لازم تدخل الصمام داخل صحيح وتستخرج هذا وتدخل واحد أيوة فأنت إذا بتدخل أشياء تبي فتحة الصمام ثروج ودخول أيوة بالضبط فأنت تحتاج هذه الفتحة لإدخال الصمام الصناعي الجديد واستخراج التالف الأعمار لها دور دكتور والله الأعمار ما لها دور يعني هو تقدر أن أنت تجريها لأي مريض مهما كان عمره طفل شاب لا طفل عدل يعني أنا إحنا تخصصنا اللي هو تخصص البالغين يعني واحدة من الأشياء اللي أيضا الناس تغفل عنها أن يحسبون أن طبيب القلب وجراح القلب للأطفال والكبار وكل التخصصات واحد لا فيه تخصصات مختلفة يعني العيوب الخلقية أو المشاكل القلب اللي أنت أو الأطفال مولودين فيها لهم أطباء وجراحين مختلفين عن الأمراض أو أمراض القلب المكتسبة راح نتعرف على الأطباء وتخصصات وشنا هما الروبوت للمرأة أو الرجل نفس الحالات اللي ذكرته نفس الحالات نفس الشيء ما يفرق ما يفرق طالما بالغ حجم كبير طيب بعد الفاصل دكتور راح أرجع معاك ونرجع معاك ونشوف نسمع طبيب قلب جراح قلب سونار قلب طبيب يعطيني أدوية للقلب أوما ذلك كلهم أصحاب القلب كل واحد يقدر يحالج القلب بعد الفاصل حياكم الله ومشاهدين وقبل أن نطلق مع ضيفنا معنا هذا الاتصال من الأخ بشار عبد الله مساك الله الخير أخي بشار مساك الله بالنور وعافية الكرامة قواك الله شلونك الله يقويك هلا أخي بتركي أخي بشار أنت مسوي عملية أو أحد مع الدكتور محمد البنو حابت تتكلم في هذا الموضوع نعم سويت عملية القلب المفتوح ألف لا باس أنت بشار عبد الله اللاعب ولا بشار عبد الله ثاني لا بشار الثاني وإن شاء الله تصير لأ إن شاء الله أجمعين اتفضل أخي بشار اتفضل أبد الله بالمناسبة هذه حبيت أشكر الدكتور محمد البنة نعم لأن الرجل تفضلنا كلنا إحنا كمرضى بأي وقت تتصل تلاقيه واهتمامه فينا شي فوق يعني أكثر من أهلك بارك الله فيه بارك الله فيه ولما تتصل عليه بأي وقت مسخر تليفونه مسخر وقته كله للمرضى فلما دريت أنا اليوم لنمشارك حبيت أشكره وأقول لله إجزاك فيه ويقفع من قدرك إن شاء الله بارك الله فيك وشكرا لك على هالتواصل وشكرا لك على أن كنت تبدي يعني إعجابك وإحسانك ودعاك لهذا الشخص أمام الملأ ولا أحد يعني طلب لك هذا الشي سوى هو نزعتك الطيبة في هذا الموضوع فأخو بشار يعني عسى الله يعافيك وشافيكم كل مرة يا رب وكم من يتابعنا ومشكرا قولنا ما العملية لسوافتها قلب عن طريق الروبوت لا لا قبل قبل الروبوت الروبوت الحين ما لاحقت علي أنا أنت الحين زين أمزرك أموري طيبة الحمد لله يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد حاب تقول شيء حاب تسئلة تبتسر أبت ما بي من قلبة طالة عمره وعسى الله يخليه لوالدين اللي ربوه يعني شيء يخوف من خيال الله يزاك خير ما عندك سؤال شليه على القلب تسئلة تقوله شيء كان من الزعاج اللي مزعجانة بالواتساب بعد قواك الله ما قصرت أنت بالواتساب لاحقا وعالهوى لاحقا عياك الله ما قصرت ما قصرت يا بتركي مشكور العافو مشكور طالة عمرك والله شيء جميل وطيب خلأ أقول لك قصة إن شاء الله ما تأخذ وقت أول ما رجعت من كندا كان صاير لسنة أو شيء شدي وكان رمضان وما كنت أوزع حزيتك كنت لأ أنا ضد أن أعطي رقم تليفوني حق المرضى يا بي المستشفى الموم سبحان الله ما أدري ليش أعطي تليفوني حق هذا المريض برمضان تردن تردن ألو ألمعاك أم فلان زوجة مريضك فلان قلت لأ إيه ها تفضلي قالت لي وانت بكرامة خروج زوجي أحمر وانا اليوم شربت من الفيمتو من الفيمتو صح قلت لها مدام تاخذين ريليج أنت وين ساكنك قالت لها بالجابري قلت لها تاخذين العين تودينها مبارك قلت لها خليه بس قلت لها لا 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 أنت أقرب شي عندك مبارك تودينها الحين مبارك أوكي المهم أصريت أنه هي تاخذها مبارك خروج أحمر أنا تدم لا فيمتو لا شمندر لا مسكينة تبيت تطمن نفسها أكثر المهم ساعة كان يديك علي معاك دكتور فلان فلاني من البورد الكويتي في جراحة الجراحة العامة مريضك نسبة الدم عنده ثلاثة النسبة الطبيعية خمستعش فمعناته ثلاثة أرباع الدم اللي في جسمه فقده نزيف بالضبط هل نعطيه شيء قلت لها إنسان نمسوي عملية قلب عاملة كأي مريض ثاني وانقذ حياته المهم تصلوا عليه بعدها بشم ساعة قالوا ترى لقينا عنده قرحتين كبار في المعدة قاعد ينزفون لحظ فأنا في نفسي حق هذا الشخص شان مات شان مرت قالت له هذا فمتو اقعد ارتاح صح صح فمن يومها أنا أحس أن عندي مسؤولية أمام الله أمام المرضى أمام المجتمع أن أنا أجاوب على أسئلة الناس معظم الوقت الأسئلة مو يعني جوخرية متكررة بس أيضا أنا عندي إذا إعطائي لرقم تليفوني للناس فيه إنقاذ لحياة شخص واحد فيسوى أزاك الله أزاك الله خير وكثر الله من أمثالك وإن شاء الله الجميع يحدث وحذوك في هذا الابتجاه لكن أيضا بعض الناس قلت تتعرض إلى ضغوطات يقولك يا أخي أنا داخل مستشفى أنا عارف أنا تعذب سعاد طيب دكتور بعجالة الأطباء اللي تكلمنا عنه طبيب القلب وهو نفس الجراح وهو نفس السنور القلب لا كل هذه نتكلم عن المشاكل المكتسبة انسداد شراهين ارتجاع وتسكير في الصمام كل هذه الأمور لها متخصصين من المتخصصين فيه من المتخصصين أطباء وفيه من المتخصصين جراحين يعني على سبيل المثال طبيب القلب فيه هناك تخصص طبيب قلب عام هذا الطبيب اللي أنت تروح له أساس يعطيك دوة كوليسترول دوة ضغط والأمور هذه فيه بعدين طبيب قلب قسطرة وهو اللي يسوي القسطرة سواء قسطرة تشخيصية أو قسطرة تداخلية هذا تخصص أنا كجراح ما أسوي قسطرة نعم والطبيب ما يسوي قلب مفتوحة طبيب القسطرة هذا شيء وهذا شيء بعدين عندنا طبيب قلب يسوي سونار شغله بس سونار القلب حافظ شكل القلب عن طريق السونار ويقلب لك يا يمين شمال يعني أنه حافظ شكل حتى تتضح الصورة لجراح القلب أيها أو لطبيب القلب بالضبط عندنا واحد ثالث اللي هو طبيب كهربة القلب المرضى اللي عندهم خفقان يحتاجون منظم لضربات القلب هذين اللي كلهم نعم يروحون حق هذا التخصص عندنا ننتقل إلى جراح القلب جراح القلب في الدول الكبيرة الجراحين ينقسمون إلى تخصصات لأنه أعداد كبيرة ولكن عندنا في الكويت قلنا تخصص جراحة القلب للأطفال وتخصص جراحة القلب للمشاكل المكتسبة عندنا نجراح القلب شون يسوي يسوي قلب مفتوح يزرع شرايين المرضى شرايين التاجية يصلح ويستبدل صمامات للناس اللي عندهم مشاكل بالصمامات يستبدل الصمام الأورطي أو الأبهر اللي طالع إذا صار فيه تدخم أو تسلخ ويزرع مكائن ومضخات صناعية بالإضافة إلى زراعة القلب سواء كان صناعي أو كان طبيعي فهذا شغلة أنا الكثير يوني يقولون لي نبي تعالج لنا الخفقان تعالج لنا ضغط تعالج لنا الأمور هذه أنا للأسف أردهم لأنه متخصصي بارك الله فيك يا دكتور وسهد جدا من لقائي معاك وإن شاء الله نلتقي باستمرار دائم من خلال هذا التطور اللي قاعد تخدمونا فاتحياتنا لحضرتك ولباقي زملائك في قطاع القلب تخصص القلب بمختلف تخصصات اللي ذكرته وكل أطباء الأمانة شكرا لكم جزيلا جميع شكرا للاستطافة صراحة أنا دائما أسعد في حضوري لبرنامج مسائي ودائما ألتقي بناس مميزين حصت ضيوفكم الصراحة سبحان الله مميزين الله يحب وأفرح صراحة بشوفتك أبو تركي والالتقاء بضيوفكم أنت مميز وميثم ويانة قواك الله ميثم ميثم بس يصورك بس خلف القواليف أنا ما يصورني ميثم بس يصورك قواك الله خوي ميثم يأتك هالفعافية شكرا لكم مشاهدينا وشكرا لضيفنا الكريم الدكتور محمد البنة استشاري جراحة تقلب بمستشفى الأمراض الصدرية اللي نورنا وشرفنا اليوم ونبارك لهم على هذا الإنجاز اللي مو غريب عليهم ونتطور إلى تطور إن شاء الله وزارة الصحة بدولة الكويت كنت معكم راشد حسن تصبحون على أمن وأمان وصحب الأبدان